الحق على مين؟ علي؟ علي؟ عليك؟ عليك؟ الحق على مين؟ الحق علينا كل هياتنا؟ بدنا نحكي كل شي لو شو ما صار الحقوق الإنساني للحقوق اللي بتخلق مع الإنسان وأنه بدونها يعني بقدرش يعيش براحة هل بتحسوا أنه أنتوا هونة بالدولة ماخدين كل حقوقك؟ أو الدولة بتحترم؟ الدولة هي نفسها بتحترم بس إحنا مش ماخدين كل حقوقنا يعني بعتناش زيادة تعليم مثلاً أو إرشاد أو هيكا إنه أكتر بعتوه لليهود إنه بتعصب عمليحة لليهود مش العرب بشركة الكهرباء بعرف أنا إنه فش ولا عربي بشترم لأنه يمكن هني بقدموش لأنه في صار عند العرب خوف يقدم مش خوف يعني إنه لأنه دائماً نحس إنه رح ينرفضوا في مشكلة يعني في مشكلة اللي هي عنصرية شفت مرة الرئيس عربي؟ لا كله يهودي هي أهم إشي بالنسبة للدول التناية عشان يأرجو أنه هي دولة لليهود مش للعرب إسرائيل دولتكو لا لا بتعتبروها؟ أه أه وشو المشكلة إنه تاخد موضوع بالجيش؟ اليهود بقولوا أنه هي دولة هير إذا يتحبوا له المسئولية أنه هي دولة هير ألحظوا ويدافوا عليها أنا مستعدة أمل مثلاً بمستشفى أو إشي يفيد الشعب يعني بس يكون تطوع مش إجباري هل بتحسوا أنه بمنطقة الضفة وبغزة عم بواخدوا الحقوق الأساسية تابعتين اللي حكيان عنا من بداية البردان وحسب رأيكم مين السبب هنا؟ ليش إنه نيكع بهذا الوضع؟ سبب الاحتلال إسرائيل لأنه هني يعني السبب بفترة احتلال ومش عم بغدروا يعتوا رايهن وأسرائيل بتسمع لهنش وأسرائيل هقوة منهن بس الضفة بش بلاقي بحل يتعيش فيه بش بلاقي أكل لطعب أولادها فهي الحق يعني هاد أهم حق لازيب يكون للإنسان وبش عم بأعطوه ليه بدنا نحكي كل شي لو شو ما صار